اشتركوا في القناة مع حكومة مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية مؤخرا لدعم الجهود الوطنية وتسريع عملية التحول الرقمي في مملكة البحرين وفي هذا الصدد أكد محمد علي القاد رئيس التنفيذ لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على ما توليه الحكومة من دعم لا محدود لتوظيف وتبني التقنيات الحديثة والمتقدمة في القطاع الحكومي وأهمية الاستفادة منها بما يسهم بتطوير مجتمع قائم على البيانات والمعلومات مشيدا بما تحقق من مكتسبات وطنية في هذا الإطار ومنوها بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والشركات الرائدة في المجال التقني ومنها شركة مايكروسوفت والتي لعبت دورة محوريا في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم عملية التحول الرقمي بالمملكة منوها بأن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع الشركة من شأنه أن يسهم في تسهيل الانتقال للمرحلة التالية والتي تعزز الجهود المشتركة والدأوبة للمحافظة على استمرارية توفير الخدمات بذات الكفاءة والجودة مع الارتقاء بالنمو الاقتصادي وحياة المواطنين والمقيمين في البحرين وأضاف الرئيس التنفيذي للهياء أن مملكة البحرين استطاعت في تحقيق الريادة الإقليمية بتبنيها لسياسة الحوسبة السحابية أولا في القطاع الحكومي وأعرب عن فخره بكون حكومة البحرين أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنتقل بشكل كامل إلى خدمات الحوسبة السحابية نتعقد على هامش توقيع اتفاقية التجديد مع شركة مايكروسوفت مثل ما نعرف حكومة مملكة البحرين أول دولة في المنطقة وقعت مع شركة مايكروسوفت عندنا شراكة تقارب الآن من حوالي 25 سنة أيضا البحرين حققت من خلال هذه الشراكة في كل اتفاقية على الكبير من المنافع كنا جاهزين حق الكوفيد لما انتقلنا بقرار من صاحب السنو الملكي والعهد رئيس الوزراء الله حفظه بالتحول إلى الحوسبة السحابية انتقلنا إلى مايكروسوفت 365 أول دولة على مستوى الخليج والشرق الأوسط تتحول بالكامل إلى الحوسبة السحابية هذه الانتقال طبعا حقق منوفع كثيرة من أهمها أننا لما ياننا الكوفيد كنا جاهزين والحكومة اشتغلت مباشرة من يوم الأول بدون أي توقف أولا نفتخر بهذه الشراكة مع حكومة مملكة البحرين لها تاريخ طويل جدا أكثر من 20 عام وهذا التتويج لهذه العلاقة المستمرة إن شاء الله هناك فوائد كثيرة للطرفين بالتأكيد كما يقال وين وين وهذه العلاقة المستمرة بالتأكيد ستكون لها النتائج مثمر جدا للكادر البشري في البحرين التحول التقني خلال الفترة الماضية كما لاحظوا أثناء كوفيد 19 كان التحول الرقمي له دور كبير جدا في التعاملات الحكومية وسلاستها كنا أول الشركات تعاملنا مع حكومة البحرين خلال الفترة الماضية وستطعنا الحمد لله أن الأمور تمر بكل السلاسة وبكل أريحية خلال الفترة الماضية اليوم نؤكد هذه الشراكة استمراريتها إن شاء الله خلال السنوات القادمة إن شاء الله هذا بالنسبة لنا فخر كبير أن نتعامل مباشرة مع حكومة البحرين كذلك هناك فوائد كثيرة للطرفين خلال الفترة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر